في وقت تستعد فيه العاصمة الروسية موسكو لاحتضان محادثات فلسطينية يوم الخميس بين ممثلي حركتي فتحة وحماس لبحث تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة إعمار غزة قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إنه لا يتوقع حدوث معجزات في تلك المحادثات المالكي وعلى هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أعرب عن أمله بالتوصل إلى نتائج مرضية فيما يتعلق بتفاهم متبادل بين جميع الفصائل حول الحاجة لدعم حكومة تكنقراط مستبعدا حدوث اتفاق بين الفلسطينيين في اجتماع بسيط في موسكو داعيا إلى اجتماعات أخرى في المنطقة قريبا وزير الخارجية الفلسطيني لفت إلى أن التغيير يسادف حج التأييد لدور موسع للسلطة الفلسطينية في عقاب الحرب المشتعلة في غزة وكف الشركاء الدوليين عن القول إن السلطة لا تتعاون واتهم المالك مجلس الأمن الدولي بأنه خذل الشعب الفلسطيني لعدم قدرته على الاتفاق على تنفيذ وقف لإطلاق النار مرددا تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش التي قال فيها أن الافتقار إلى موقف موحد تجاه القضية الفلسطينية ربما قود سلطة المجلس تقويضا قاتلا واتت المحادثات الفلسطينية في موسكو بعد أيام من استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا في خطوة ينظر إليها على أنها استراتيجية نحو تعزيز توافق أوسع بين الفلسطينيين بشان الترتيبات السياسية خاصة واستحر بإسرائيل مع حماس في قطاع غزة وظهرت السلطة الفلسطينية قبل نحو ثلاثين عاما كجزء من اتفاقيات أسل المؤقتة للسلام لكنها ضعفت كثيرا بسبب اتهامات بعدم الكفاءة وعدم امتلاك رئيس الوزراء لأي سلطة فعالة تذكر في خطاع غزة